نكمل أخبارنا النهاردة ومصدر في النادي الأهلي قالنا هنا في رقم عشرة إن علي فوزي ظهير أيمن إنبي مش في حسابات النادي في الفترة الحالية وإن ما فيش أي مفاوضات تمت معاه كان الكلام بعد تقلق علي فوزي في المبارات الماضية إنه الأهلي دخل في المفاوضات مع إنبي عشان يضم علي فوزي الكلام ده مش مزبوط مش مزبوط ليه؟ مش عشان علي فوزي لعيب قليل بالعكس من أفضل زهراء الجنب في الدوري الممتاز منذ سنوات مش بس السنة دي بسؤال أهلي شايف إنه لو هيبدأ ينفست أو يدفع في لاعب زهير أيمن فممكن يجيب لاعب صغير في السن هو شايف إنه علي فوزي وصل لسن 30 بجانب طبعا وجود كريم فؤاد ومحمد هاني وأكرم توفيق لما يرجع في نفس المركز ممكن يخلي الأمور بالنسبة لعلي فوزي بالتأكيد الصعبة